معانا تريفون الجميل جداً لك النهاردة مش عارفة أخليك تاخد التريفون انت تقول ألو؟ أقول يا ريت ألو ألو؟ أيوة أنا عارف الدحكة أنا عارف الدحكة معانا الموصلة الجميلة رحاب العطار يا رحاب أهلا أهلا بيك إزايك؟ عامل إيه؟ أهلا بيك الحمد لله والله تمام في الأخبار الحمد لله قويسين كله تمام وليلي بقى يعني شكلكم بتعمله كوارث في الكواليس صح؟ هي هي عايزة أتكلم عن مشاركتكم مع بعض في ستة ناقص واحد طبعاً أنا ويوسف أنا ويوسف كنا نفس تومنجاري يعني كل حد يعافني حاسا لو تتقلون بقى الممثلين أنا ويوسف كنا نفس تومنجاري هو يقول سيء وأنا اضارب معاه أنا أقول سيء وأنا اضارب معاه وبعدها السياد نحضن بعض وانتو في المثال بعدين اكتشفنا أصلاً إن هو في مشكلة في التواصل لأن أنا في حاجة كتير ما كنتش بفهمها أيوة الجنسيتك إي يا رحاب سوفي أنا صراحة مصرية بس مولودة ومثابية في الإمارات مصري مصرية بقولك يا رحاب مولودة في الإمارات أيوة أسأليك يا أطلبي منها تتكلم مصري بسعيش هناك يعني صح؟ طب تكلمي مصري كده؟ أوكي دلوقتي هتكلم معاك ومصري لما كنت بتكلم مصري يوسف كان بيقولي ما تتكلميش أبداً طبك أقولي أي حاجة أقولي أنا كنت عايزة أجي النهاردة في أنتي علشان أقعد أتكلم معاكي أنت ويوسف أنا نهاردة كنت جاية هتلقعد معاكو ونتكلم أنا وانت ويوسف خلاص يا رحاب بتتكلم مصري مكسر تتكلميش مصري أنا إن شاء الله أنا بتمنى لك كل التوفيق يا رحاب إن شاء الله مستقبل يعني باهر ليكو أنتو الاتنين برسيج جداً لكي كانوا يقولوا مسلسل ستة ناقص واحد شبه فيلم المركب فعلاً الموضوع ده ولا دي إشعة؟ نعم إحنا عشان الموضوع بدأ على ياخد هو النس شافت الياخت قالت فيلم المركب بس لكن هو سبع حلقات هنعط سبع حلقات لنقول فيلم المركب الزيني فيه أفلام كتير تحولت لمسلسلات يعني وتعاونت خصوصاً غاربي صح صح غير العارو الحاجات دي شاء بس هي الموضوع بعيد خالص عن المركب ما لهمش علاقة بعد لا خالص طيب كلمني بقى قول لي مين الرايا الموضل في حياتك يا يوسف يعني كل واحد فينا يكون عنده رايا الموضل أو قدوة أو مثل أعلى أنت مين المسل الأعلى بتاعك الفن؟ أنا مليش مسل أعلى في العيان اللي هي مسل أعلى قدوتي مين أكثر فنان يعني بتحبه وبتعشق تمثيل وبتحب فنه؟ أممكن يبقى بره مصر مش يعني لو هنتكلم عن ممثل معين فأنا بحب جيم كاري جديد جيم كاري طبعاً موهبة فزة بس يعني في مصر ما فيش حد بالنسبة لك يعني وحش تمثيل سواء كده كده في أسادزة وفي ناس بتعلم منها بحكم السن وبحكم الخبرة بس أنا يعني أنت بتحب تتفرج على الأجنبي أكتر شكراً ميال للأجنبي أكتر جيم كاري طبعاً جيم كاري متمكن يعني وهو متلون بتزبط وتلاقيه بيعمل الكوميدي وبيعمل التراجيدي وبتبسطي منه في الاتنين عادي جده بتحضر بقى لإيه الفترة اللي جاي يوسف ولا استراحة كده شوية بعد ستة رأس واحدة هو المفروض إن فيه دلوقتي حاجة بس يعني أنا بحبش أقول غير بعد ما بتخلص بقى بالزبط بالزبط آه يعني